كهرباء مجانية في إيران شعار رفع إبان الثورة ولم يتحقق إلا بعد أكثر من أربعة عقود ثلاثون في المئة من المشتركين أو ما يقارب ثمانية ملايين ونصف المليون عائلة صنفوا على أنهم مستهلكون جيدون التجيع على ترشيد استهلاك الكهرباء تم بإعفاء أكثر من مليون من هؤلاء من سداد فواترهم هم المستهلكون الأفضل وشجعوا غيرهم أيضا استهلاك الكهرباء لدى كثيري الاستهلاك انخفض بنسبة 12% خطوة تضاف إلى إجراءات أخرى كالتجيع على الطاقة الشمسية علينا العمل على ترشيد الاستهلاك فالكهرباء في إيران منخفضة الثمن والاستهلاك مرتفع فمثلا مشتركوا الكهرباء الصناعية يستهلكون أكثر بـ 60% من المتوسط العالمي والخطوات التشجيعية نجحت حتى الآن في خفض الاستهلاك تسعى إيران إلى ترشيد استهلاك المياه أيضا 157 لترا هي حصة الفرد يوميا استهلاك غير متوازن بين المحافظات الإيرانية المختلفة تسجله الإحصائيات وغير متوازن أيضا في المناطق السكنية للمدن في المناطق الغنية لا يتم مراعاة توفير المياه كثير من السكان يطلبون غسل سياراتهم هنا في المرآب والماء متوفر دائما لا مشكلة لدينا بعض الأبنية السكنية لديها مسابح وتستهلك الكثير من المياه وهذا غير جيد على خطى الكهرباء والمياه تريد السلطات ترشيد استهلاك الغاز أيضا فإيران البلد النفطي تحاول الحفاظ على ثرواتها مصادر الطاقة في القرن الحالي وترشيد استهلاكها وتوزيعها العادل أكثر ما يشغل بال المسؤولين هنا في إيران متوسط استهلاك الماء والكهرباء والغاز أعلى من المتوسط العالمي ويرجع كثيرون السبب في ذلك إلى انخفاض أسعارها بشكل لافت مقارنة مع بقية دول العالم حزم كلاس العربي طهران